توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السلع الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 475 قضية تموينية بمضبطات بلغة أكثر من 179 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 116 طن بينما تم ضبط 48 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السلع الرسمية كما تم ضبط 15 طن إسمنت في مجالي حجب مواد البناء وبايعها بأزيدة من السلع الرسمية أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 707 قضايا لخبز ناقص للوزن وغير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 29 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 274 طن